نمضي وشارة معك إلى الوفاق وفيها نقرأ حسين مكي لن يكون هناك استقرار سياسي دون مصالحات شاملة قال المفكر الإسلامي بروفيسور حسين مكي إن السودان يشهد مرحلة الإرباك السياسي بسبب الإقصاء الذي تنتهجه فئة حاكمة وشدد مكي في تصريحات لصحيفة الوفاق على أن المرحلة تتطلب مصالحة شاملة شبيهة بتلك التي حدثت بجنوب أفريقيا مضيفا وغير ذلك لن يكون هناك استقرار سياسي وشارة معك إلى سقوط حكومة البشير مبينا أن هناك فئة استأثرت بالسلطة وأصبح لا وجود للحضنة الإسلامية بشكلها المعروف وأصبح سقوط حكومة البشير مثلا في جار القنبلة الضرية مما أحدث فراغا في الساحة السياسية وأدى لظهور مجموعة سياسية جديدة لملء الفراغ محذرا من الحديث السالب عن الجيش مشيرا إلى سقوط دول عربية بسبب استهداف جيوشها كيف تعلق أستاذ طاهر على حديث حسن مكي؟ يعني دكتور حسن مكي يعتبر مفكر وصاحب رؤى واضحة حديث عن أن هناك فئة حاكمة الآن ربما يخصد المكون العسكري والحركات الموقع على اتفاق جوبا الذين هم على سدة السلطة لمنذ 14 شهر إنهم استأثروا بالسلطة وإنه رفضوا الانفتاح وبتصريحات البعض منهم فشلت هذه المزالة المجموعة الحاكمة الآن المكونة من المكون العسكري إضافة إلى الحركات الموقع على اتفاق جوبا جزء منها وهو المكون العسكري وأيضا جزء منه ارتعى أنه مزالة الاتفاق الإطاري والورشة التي تعقد وصولا إلى اتفاق نهائي غد يخرج السودان من عنغ الزجاجة البعض متشبت ويرفض هذا الأمر فحديث دكتور حسن مكي جيد في هذه الناحية طيب لكنه قال لن يكون هناك استقرار سياسي طبعا استقرار كلمة لديها توصيف واحد دون مصالحة شاملة كيف يمكن تحقيق المصالحة الشاملة نفسها؟ نعم المصالحة الشاملة نفسها حتى تأتي بتوجه بأنه يكون في جهات عندها ثقة الناس عندهم فيها ثقة الآن السلطة الحاكمة في الـ 14 شهر الماضية نتائج غيامة بجراءاته وأعماله واضحة للعيام سواء في التردي الاقتصادي الذي منشهد وسواء الاندلاع بتاع الصراعات في مناطق مختلفة لكن في حال تكوين حكومة مدنية رئيس وزراء لديه إمكانيات ومغدرات وكفاءة وجدارة يمكن أن يبدأ العمل على غيام مؤتمر دستوري هذا المؤتمر الدستوري يمكن أن لا يقصي أحد يجمع الكل للتشاور كيف يحكم السودان هذا الذي يمكن من صنع الوفاق أن يكون الجميع مشاركون في المستقبل طيب قد يكون المشهد السياسي السوداني معقد إلى درجة كبيرة ما الذي يمنع القوى السياسية؟ أنا طبعا نتحدث عن القوى السياسية الماضية في العملية السياسية التي فاق الإطار فقط من تحقيق الوفاق ألا تدرك القوى السياسية المخاطر التي تواجهها البلاد؟ مؤكد أنه بتدرك تماما عشان كده هي جنحت للسلم وجنحت لأنه تقوم بعملية سياسية وإن كان هذا الأمر كلف بعض حلفاء الذين خرجوا منها زي الحزب الشيوع السوداني وزي حزب البحث العربي الاشتراكي الأصل لأنهم رأوا أن القوى الموقعة للاتفاق الإطاري تحاول أن تجنح إلى السلم تقوم بعملية سياسية تنهي ما يسمونه بالعملية الإنقلابية هذا الأمر ستكلف وهي الآن تطالب كل يوم الموقعين على اتفاق جوبا من الحركات أنه ينضموا وبدأت في التوسيع عبر ضم الحزب الاتحادي الأصل جناح السيد الحسن المؤتمر الشعبي الوطن الاتحادي بالأمس يوسف محمد زين ومجموعات لكن في تجاهة آخر موقفة واضح جدا منهم بداخل الكتلة الديمقراطية هم يريدون أن يوقع منفردين مع جبريل ومن ناوي فقط لأن الاتفاق الإطاري لعلم المشاهد تم النغاش حوله قبل يوم 5 ديسمبر يا مصطفى بشهور عدة وتم أخذ ورد فيه بين الأطراف اللي هي المكونة العسكرية بطرفينه والغوى الموقعة للاتفاق الإطاري وتم الاتفاق على الأطراف التي يمكن أن توقع بل حتى أن مزألة توقيع الأطراف ما وقعت المؤسسة العسكرية كيها منفردة لا وقعت دعم السريع منفردا من قوات المسلحة السودانية وحتى الأحزاب السياسية المؤيدة للاتفاق الإطاري وقعت كأحزاب منفردة وفي تغييمة أن هذه الأطراف تم الاتفاق عليها قبل 5 ديسمبر قبل أن يوقع الاتفاق الإطاري طيب من بداخل الكتلة الديمقراطية غير من ناوي وجبريل ألا يستطيعون التوقيع منفردين كذلك؟ نعم يمكن الاتحاد الأصلي جناح السيد جحفر المرغان الآن هناك محاولات كثيفة مكثفة لأن يلتحق بهذا الأمر لكن خلينا نقول نحن كسودان يعني لا نملك طرف الوقت في ظل الأوضاع الاقتصادية الآن المتوترة التي نعيش فيها كل يوم في ظل مواغيت محددة 31 مارس سيحدث وقف نهائي لعملية إحفاء الديوم بحسب البنك الدولي حسب آخر تصريح له إضافة إلى أن الأوضاع على الأرض الآن تمر بأزمات كبيرة جدا اتفاقية السلام جوبا مثلا لماذا احتاج الآن المؤقعون عليها الزهاب إلى جوبا والبحث عن تحديث لمصفوف التنفيذة لا لا وخصوصا بعيدا كل البعد من القوى السياسية يعني المضي في أمر سياسي كأمر السلام فقط لا يحتاج إلى طرف أو طرفين لا مؤكد بيحتاج إلى إجماع وإلى وجود حتى على الرأي العام والشارع واحدة من المشكلات طبعا في الأخير أمثل وجهة نظر كثير من المراقبين لذلك أخذ وأعطي معك البعض يذهب إلى أن يقتال الإسلاميين يا أستاذ طاهر من المشهد لن يحقق الاستقرار لفترة الانتقالية هل تتفق مع هذه الفرضين لا أتفق لأنه في السودان في 6 أبريل كانت الجماهير في الشوارع وصلت إلى ذروة احتياجات السلمية ووصلت إلى مباني الغيادة العامة وغامت باحتصام شهير مما اضطر المؤسسة العسكرية إلى الانحياز إلى هذه المجموعات المعترضة إذن هناك ثورة غامت في السودان أصغطت نظام الذين شاركوا في هذا النظام لديهم مزئولية أخلاقية تجاه ما يحدث لماذا أسباب السقوط أسباب السقوط ليه حصلت حسن مكي قبل شوية انتقريت أنه بيقول أنه في مجموعة استأثرت بالسلطة فيهم ضمن أسباب أخرى لم يذكرها يبقى أنه من كان على سدة السلطة 30 عام عليه أن يجعل الأهل السودان يخرجوا مما دخل فيه قائمة الدول الرائعة للإرهاب وغف المساعدات تشويه صورة أشياء كثيرة جدا والمؤتمر الدستوري المزمع قيامه وفق الاتفاق النهائي الذي سيحدث يستطيع أن يشاركوا فيه حتى هؤلاء الذين لم يجرموا وهم جزء من المجتمع السوداني لا يوجد شخص ينكر لكن سياسيا هم تمد عليهم ثورة في مؤتمر دستوري لاحق يشاركوا فيه برواهم